مقتلة جماعية لعشرات الأطفال بصنعاء جراء حقنهم بدواء كيميائي خاص بمرضى السرطان حيث لقي 18 طفلا حتفهم في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت العام بأمانة العاصمة من أصلي 45 طفلا يتلقون العلاج داخل المستشفى عدد الوفيات مرشح للتصاعد إثر إنفاذ الحقنة في أجسادهم البريئة منذ نهاية سبتمبر الماضي وتسيطر مليشيات الحوثي على إدارة القطاع الصحي والطبي بكوادر سلالية غير مؤهلة ودخيلة على هذا المجال أما سوق تجارة واستيراد الأدوية فقد أحكمت المليشيات قبضتها عليه منذ الثلاث السنوات الأخيرة بعد حرب شرسة شنتها على تجار وموردية الأدوية من الوكالات المعتمدة في القطاع الخاص وشركات الإنتاج الدوائي المحلية وازدهرت السوق السوداء لتجارة الأدوية المهربة والممنوعات عبر شبكة حوثية سفلية واسعة يديرها تجار حرب حوثيون من قيادات الصف الأول في التنظيم الحوثي الإرهابي مقتلة الأطفال المرضى بالسلطان هي شاهد على مدى الاستهتار الحوثي بحياة الناس وأرواح البشر ويطالب أهلي الأطفال ضحايا بإجراء تحقيق شفاف وعاجل حول الجريمة التي ترقى لإبادة جماعية بحق الأطفال الأبرياء وتفرض الميليشيات تعتيماً إعلامياً على جرائم مثل هذا النوع تحدث بشكل مستمر في المستشفيات الخاضعة لسيطرتها في ظل نهب متواصل لأدوية الإغاثة الدولية وبيع تجاري في السوق السوداء للعلاجات المصروفة مجاناً اشتركوا في القناة